اشتركوا في القناة 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 وهذا إثنان هو عدد تبع المعدود اللي هو الطلاب في التذكير الطلاب مذكر إذن إثنان تهو خصي يكون مذكر نشوفه مثال آخر المثال آخر يقول حضرة وعندنا عدتاني إثنان وعندنا مين ولكن هذه المرة عندنا طالبات يعني هنا يتنظروا على البنت منين تنظروا هنا على البنت يعني هاش هذاك العدد إثنان تهو خصي يكون مؤنت خصي يكون مؤنت نعودو نديروا القاعدة اللي هي العدد إثنان خصي يكون هو تطابق لنا المعدود في التذكير والتعنيات ولقينا أن الطالبات هنا مؤنت يعني العدد إثنان خصي يكون تهو مؤنت نجود روك الإعراب إذن قلنا الإعراب أن العدد إثنان يرفع بالألف وينصب ويجر بليا نشوفه الموقع دياله في الجملة حضرة فعل هذا فعل شكل يحضر؟ هادوك جج من الطالبات جج يعني خصي يكون فاعل هنا هنالفرق كيف قلنا أنه خصي يكون مؤنت وخصي يكون فاعل مرفوع بالألف يعني خصي يكون فيه علامة ديالتنيت وخصي يكون فيه علامة ديالرفع حيث فاعل اللي هي علامة رفع ليالألف إذن الجواب يقول حضرتي اثنتاني من الطالبات حضرتي اثنتاني من الطالبات إذن درنا حضرتي درنا هذهك مقصورة حي تلتقى لنا السكن ديال هذهك حضرتي تأتنيت ساكينة مع هذهك السكن ديالألف في اثناني المهم حضرتي هذا حضر فعل مضبني على الفتح وتأتنيت ساكينة لا محل لا من الإعراب لي هذهك حضرتي هذهك تأتنيت ساكينة لا محل لا من الإعراب إثنتاني فاعل مرفوع بالألف روتي بل لنا بالكحل فاعل مرفوع بالألف يعني علامة ديال الرفع حيث هو فاعل هو هدك الألف وهدك التألي درناها بلون وغير لي هو الأحمر هدك تألي بالأحمر هي علامة تأنيت اثنتاني علامة تأنيت في اثنتاني هي هدك تألي بالأحمر علاش لي هو مؤنت حيث طالبات عندنا تاو مؤنت إذن حضرتي اثنتاني من الطالبات انتبهوا في الامتحال الجاوي هدك تأنيت إلى اطلقت لكم عشي سوكون ديال هدك اثنان خسكم ترضو البال خسنا نقصروا هدك تأ إذا نعود لكم الإعراب حضارتي حضارة في علمات مبنية على الفتح مبنية على الفتح وتأنيت الساكنة لا محل لا من الإعراب اثنتاني فاعل مرفوع بالألف من لي ومن حرف جر الطالبات اسم جرور بمن وعلامة جره القصرة الظاهرة في آخره إذا العدد اثناني هو عدد مفرد يعني تنهضروا على كلمة واحدة على رقم واحد لي هو اثنان ما تنهضروا ش على عدد مركبك بحال احد عشر ولا خمسة عشر ولا لا تنهضروا حنايا على رقم مفرد لي هو واحد تنطلف ضب كلمة واحدة لي اثنان تنطلف ضب كلمة واحدة لي اثنان وهو كمي تدلين على الكمية شحاب من واحد حضر حضر اثناني يعني كمي وهو هنا مثل ما سبق وقعت هو فاعل فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى هذا كالألف اللي درت باللون الأسود وهو عدد تابع المعدود لهو الطالبات تابع المعدود الطالبات في التأنيث والطالبات كيف قلنا رأى جمع مؤنة سالم حيث عندنا هنا مؤنة اللي هو الطالبات هو مؤنة وتنة تاني روته هو مؤنة علامة التأنيث في تنة تاني هي ديك تألي بالحمر نشوفه مثال آخر جملة أخرى تقول رأى المدير وعندنا جج من الطلابي يعني دروك فتنى الحالة ديالة الرفع نشوفوا دروك الحالة ديالة النصب نعود تفكروا القاعدة ديالنا القاعدة ديالنا تقول العدد اثنان يطابق المعدود في التذكير والتأنيث عندنا الطلاب هنا يمذكر يعني اثنان تهو خصي يكون مذكر ما قصناش نديرو فيه ديك تألي بالحمر ديك تأنيث يعني الطلاب مذكر حتى اثنان خصي يكون مذكر تبقى لنا يعني خصينا نشوفوا الموقع الاعرابي ديال هاد العدد اللي هو اثنان اذا عدنا الفعل وراء شكل يشاف المديرو هو الفعل هو الفاعل المديرو هو اللي قام بهاد الفعل واش اللي شاف هاد المدير شاف جوج من الطلاب شاف المدير جوج يعني هاد جوج هما اللي وقعت عليهم الفعل ديال المدير فعل الفاعل يعني ان جوج عندنا هنا نفعل به. من هو نفعل به؟ نحن نعرف ان نفعل به تكون منصوب. وهنا من تقول منصوب؟ ماشي تقول منصوب ويضح لكم في بالكم لا هنا مش تنهدرو على الحركات الاعربية لا هنا تنهدرو على الاعراب بالحرف. يعني الاعراب بالحرف هنا. هنا يا اما الالف يا اما لياء. وحدا فيهم. ماشي اللي بنا نديروا الالف ولا لياء. قبيلة في حالة الرفع في حالة دي الفاعل قلنا الالف إذا ندرك عادي نقول اليا يعني عادي يكون فعل به منصوب باليا إذا الجواب يقول رأى المدير اثنين من الطلاب رأى المدير اثنين من الطلاب المدير فاعل ولي دار ذاك الفعل ولي دار عملية الرؤية أشلي شاف شكل يوقع لي عملية الرؤية هادوك اثنين وهادوك اثنين يعني نفعل به منصوب بلياء هادوك اليا اللي دار أنا بلك حل منصوب بلياء لأنه مثنى حيث عندنا قاعدة تقول لنا وينصب المثنى بأش بلياء وعندماينا هو راح الفجر والطلاب اسم مجرور عادي تقول ليا علاش لتشوف معنا الاعراب عادي نقول لكم ضروري تعرفوا الموقع ديال العدد في الجملة باش تعرفوا الاعراب ديالو باش تعرفوا اش بتديرو واش اثناني ولا اثنيني قبلها رفتنا الحالة ديالو ترافع تكون بالالف ودروكارا الحالة ديالو تنصب حيث هو مفعل بهنية تكون بألياء اذا هاد العدد اثنان هاد العدد اثنين هو عدد مفرد يعني ماشي مركب من جوجيه الاعدد هو فيهر عدد واحد هو عدد مفرد كمي تدلين على الكمية يعني رأى المدير شحال شاف المدير جوج من الطلاب كمي تدلين على الكمية وهو هنا مثل ما سبق وقت هو مفعل به منصب بلياء لانه مثنى اثنيني هو عدد تبع المعدد اللي هما طلاب في التذكير جوجهم مذكرين طلاب هو مذكر واثنيني مذكر حيث رأى ما قلناش اثنتيني قلنا اثنيني نشوفو مثال اخر الجملة تقول رأى المدير وعندنا جوج من الطالبات رأى المدير وعندنا جوج من الطالبات والقاعدة نتذكرها ما كنت تشي مشكل مرة مرة باش تلصق لنا في البلد ديالنا باش تلصق لنا في الذاكرة ديالنا القاعدة تقول العدد اثنين يطابق المعدد في التذكير والتأنيت باللتي طالبات هنا يواش مؤنة ولا مذكر طالبات مؤنة جمع مؤنة سالم اذا العدد جوج هنا يخص يكون مؤنة يعني يخص تكون فيه ديكتاء اللي جنا اللي تنقولو بالحمر ديكتاء ديالتأنيت لي بالحمر باش يكون تهو مؤنة مزيان شوفو درك الحركة الاعرابية شنو الموقع الاعرابي ديال هاد اثنين اذا نبدو من اللول رأى هو الفعل حيث عندنا جملة فعلية رأى هو الفعل اياه المدير هو الفاعل هو اللي قام بهذا الفعل هو اللي قام بهذا عملية الرؤية وش كون اللي تقام عليهم عملية الرؤية يعني ش كونهما المثعل به ش كون اللي شاف المدير شاف المدير هادوك جوج المدير شاف هادوك جوج يعني جوج نثعل به هنا اذا نثعل به هاش اللي بيكون فيه واش الالف ولا الياء رأى القاعدة قدامكم يرفعوا المتنى بالالف وينصبوا يجروا بالياء يلا انفعل بي تكون منصوب يعني هنا يباكن الياء وبالتالي الجواب عادل القو رأى المدير اثنتين من الطالبات رأى المدير فاعل مرفوع بضم الضيرة على اخره اثنتين انفعل به منصوب بلياء هذه اللي بلكحل منصوب بلياء هذه اللي بلكحل لانه مثنى منى ليمين حرف جر الطالبات اسم مجرور بمن وعلى ما تجري الكسرة الظاهرة في اخره وبالتالي طالبات هي مؤنت جمع مؤنت سالم واثنتين هو عدد مؤنت علامة التأنت هنف اثنتين هي ديكتاء اللي درت بالحمر اما الموقع الاعرابي اللي هو قلنا اثنتين هو انفعل به هنا يا علامة ديالاعراب العلمة الاعرابية هي الياء حيث هو مثنى هو منصوب بلياء لانه مثنى اثنتين هو عدد مفرد كيف سبقت وقلت ماشي تتركب لنا من جوج يلا ارقام لا هو عدد هو تتكون من رقم واحد وهو كمي شحال شاف المدير شاف المدير جوج بمعنى كمي تدلنا هنا على الكمية وهو هنا حسب الموقع الاعرابي هو انفعل به منصوب بلياء لانه مثنى اثنتين هو عدد تابع المعدود الطالبات في التأنيت كيف قلنا الطالبات هو جمع مؤنة سالم واثنتين هو تهو مؤنة علامة التأنيت هي ديكتاء اللي كينا بالحمر نشوفو مثال اخر والجملة تقول سلمت على جوج من الطلابي سلمت على جوج من الطلابي نعم تذكر القاعدة دينا اللي تتقول العدد اثنان يطابق المعدود في التذكير والتأنيت يرفع المتنى بالالف فينصب ويجر بالياء يالله نبدأ بالعريضة الاولى العدد اثنان يطابق المعدود في التذكير والتأنيت فينا هو المعدود هنا في الجملة سلمت على جوج من الطلابي إذن هذن هنية المعدود أو المحسب اللي تنحسبوه هنا هم الطلاب طلاب واش مذكر ولا مؤنة هما مذكر مني هما مذكر لعدد اثنان هنا يتوخص يكون مذكر يعني ما خصوش تكون فيه ديكتاء اللي تتكون بالحمر اللي تنديرها أنا بالحمر ما خصوش تكون فيه نشوفو العريضة اخرى اللي يرفع المتنى بالالف وينصب ويجر بالياء هنا تنولي وتنضرو على أش على الموقع الاعرابي شنو الموقع الاعرابي ديال هاد العدد اثنان هنا هنا جات قبل منه حرف الجر لي وعالى يعني خصوش يكون مجرور ومن خصوش يكون مجرور الحرف اللي خصوش يكون فيه هو اللياء را هو في القاعدة ويجر بالياء ويجر بالياء يعني اش خصوش يكون يلا خصوش يكون اثنين ياك اثنين مزيئن اذا نشوفو الجواب سلمت على اثنين من الطلاب سلمت فعل ماذا بنى لسوك الاتصالي بتأوى التأوى المتحركة ضمن المتصن بنى في محل رفع فاعل على حرف جر اثنين اسم مجرور على يعني على هو السبب ديال هاد الجر ديال اثنين وعلى ما تجره لياء هذيك لياء اللي دير انا يبلك حل وعلى ما تجره لياء لانه مثنى هو را ملحق بالمتنى ولكن المهم متنى تولية التعارب الاعراب ديال المتنى اذا متنى من حرف جر ليمينة والاصل هو مين ودرنا مينة حي تلتقى لنا السوكون ديال هادك النون اللي في مين والسوكون اللي كان في الالف اللي كان في الطلاب المهم من حرف جرته هو الطلاب اسم مجرور بمين وعلى ما تجره القصرة الظاهرة في اخره اذا العدد هذنا اللي هو اثنين عدد مفرد يعني تنهضروا هنا يا على عدد مفرد تتكون من رقم واحد مش من جوش ديال الارقام ولا تلاتة لا تتكون لنا من رقم واحد عدد مفرد وهو كمي تدلينا على الكمية سلمت انا على شحال شحال من واحد سلمت عليه اثنين يعني تدلينا هنا يا على الكمية وهو اسم مجرور بعلى وعلى ما تجره الياء رأي يلي بلك حل علامة جره الياء لأنه مثنى اثنين هو عدد تبع المعدود اللي هو الطلاب في التذكير طلبهم مذكر واثنين اتا هو مذكر اذا نشوفوا مثال اخر والله هو ولي التوفيق المثال او الجملة تقول سلمت على وعندنا جوج بين قوسين وعندنا من الطالبات بتقولوا لي الطالبات مؤنة واخر عادم شوف 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 بالقاعدة دين منتوما حاولوا تديروا قدامكم فرقة مسودة هاد القاعدة اللي تنعود تنكتب هنا بالكحال العدد اثنان يطابق المعدود في التذكير والتأنيت يعني الطالبات هنا جمع مؤنة سلم المهم مؤنة العدد اثنان خصي كنت هو مؤنة خصي نديره في دكتاء لتنديرها انا يا بلحمر نتابه خصي ندير دكتاء لتنديرها انا بلحمر نشوفوا العارضة الثانية العارضة الثانية تقول لنا يرفع المتنى بالالف وينصب ويجر بليا اشنو الموقع الاعرابي دي العدد اثنان هنا يا جا قبل منه هادك على لوا حرف جر وبالتالي العدد اثنان خصي كون مجرور وعندنا هنا يا فالاخر قال لك ويجر بليا يعني خصي كون فيه وليا يعني خصنا اش نقولو يالله قلعو اش بنا نقولو اذا قلنا بتكون فيه دكتاء ديال التأنيت اللي تندير بالحمر يعني اثنى تاء وبيكون فيه الياء ديال جر حي تقبل منه على حرف جر يعني اثنتين يال اثنتين شوفو الجواب سلمت فعل ماض بني على السكن علاش لاتصاله بالتأ والتأ المتحركة ضمن المتصن بني في محل رفع فاعل فعل فاعل على حرف جر اثنتين اسم مجرور بعلا وعلى ما تجره الياء هذي كرياء اللي بلك حل وعلى ما تجره الياء لانه مثنى من حرف جر الطالبات اسم مجرور بمن وعلى ما تجره الياء وعلى ما تجره الياء وعلى ما تجره الياء الظاهرة في آخره اذا تنولي وتنسنتجو اش ان اثنتين هو عدد مفرد تنهدروا على عدد واحد مشي على جوج ديال عدد وعدد مفرد عدد واحد وهو كمي سلمت على شحال على جوج يعني كمي تدلين على الكمية وهو هنا حسب الموقع الاعرابي اسم مجرور بعلا وعلى ما تجره الياء لانه مثنى واثنتين هو عدد تبعا معدود لوما الطالبات في التأنيت طالبات مؤنت واثنتين التهورة مؤنت علامة التأنيت عندنا هنا هي ذك تألي دير انا بالحمر نشوفه مثال اخر الجملة تقول جاء استاذاني وعندنا جوج بين قوسين تقدروا تقولوا لي هذه شوية سهلة مزيلا عادي نشوفوا القاعدة القاعدة تقول لنا العدد جوج العدد اتنان يطابقوا المعدد في التذكير والتأنيت استاذاني هنا مذكر يعني هذا العدد جوج خصي كنت هو مذكر يرفع المتنبه بالالف ويصب ويجر بليا هنا الموقع الاعرابي خصينا نشوفوا الموقع الاعرابي اذا عددنا جاء فعل ماض كش كل يجاء استاذاني هو الفاعل يعني بدوا تقولوا لي انتم استاذاني اتناني عادي نقول لكم صحيح وعادي نشوفوا علاش اللي قلنا اتناني اذا الجواب جاء استاذاني اتناني جاء استاذاني اتناني قلنا بالنسبة لتذكير وتأني قلنا بجوجه مخصو يكونوا مذكر هذا اتنان مذكر علاش حيث استاذاني مذكر وحركة الاعرابية تلاحظوا ان اثناني فيه الالف يعني مرفوع واستاذاني فيه الف يعني مرفوع مزيان الاعراب جاء فعل مضمد على الفتح استاذاني فاعل مرفوع بالالف روتي بلكم لانه متن استاذاني فاعل مرفوع بالالف لانه ومثن اثناني نعت العدد ججة فالاخر يعني بيتعرب اش بيتعرب نعت اذا جاء استاذاني اثناني اثناني عندنا هنا نعت تابع لمنعوته في حركة اعرابية اللي هي الالف عندنا عندنا الحركة الاعرابية هي الالف وورا تبعوه في بزاف ديال الامور تبعوه في التنكير حيث بجوجه هم نكير وطبعوه في التذكير حيث استاذاني مذكرا واثناني تاوخص يكون مذكرا وتبعوه كذلك في الحركة الاعرابية استاذاني هو فاعل مرفوع بالالف لانه متن واثناني لهو نعت تبعوه تابع منعوته اللي هو استاذاني في الحركة الاعرابية اللي هي الالف ايضا اثناني اللي هو عدد مفرد حيث احنا اللي هو إثناني وهو كمية تدلنا على الكمية شحال جا من أستاذ جا أستاذاني إثناني إثناني جوج وهو هنا نعت تابع لمنعوته أستاذاني في التنكير حيث الأستاذان مفيش الألف ولم وكذلك إثنان مفيش الألف ولم يعني نكرا نكرا والتذكير بجوجهم مذكر قلنا أستاذاني مذكر وإثناني مذكر اثناني را مدرناش في دكتاء اللي تندير انا بالحمر يعني اش هنا يا مذكر حيث علامات التأنت هي دكتاء دكتاء اللي انا يتندير بالحمر ما كيناش هنا يعني يا راه مذكر اذا تبعوه في التذكير والرافع بالالف لانه مثنى بجوجهم مرفوعين بالالف حيث متنى هير هو عندنا استاد هنا يا مرفوع بالالف حيث هو فاعل هو اللي جا واثناني مرفوع بالالف حيث هو نعت تبع لنا المنعت ديالو اللي هو استاداني في الحركة الاعرابية اللي هي الالف نشوفه جملة اخرى اذا الجملة تقول جاءت استادتاني استادتاني اذا جاءت استادتاني وعندنا جوج بين قوسين القاعدة تقول العدد اثنان يطابق المعدد في التذكير والتأنيت والعارضة التانية تقول لنا يرفعو المتنى بالالف وينصب ويجر بليا مزيان العارضة الاولى العدد اثنان يطابق المعدد في التذكير والتأنيت اذا ندنا استادتاني هنا يا مؤنت يعني هاد اثنان خصيكون مؤنت يعني خصينا نديرو فيه دكتاء اللي تنديرها أنا براحمر ديالتأنيت ديالتأنيت وعندنا العارضة التانية يرفعو المتنى بالالف وينصب ويجر بليا يعني هنا يا كيف تلاحظو جاءت هو فعل استادتاني هما اللي قاموا بهذاك الفعل يعني هما فاعل واثنان نعت يعني بيغ اتبعو حتى في الحركة الاعرابية اللي هي الالف إذا الجواب يقول جاءت جاءت استادتاني يعتمارا عندنا جاءت ماشي جاءة جاءت استادتاني استادتاني راه مؤنت علامة التأنيت عندنا في استادتاني هي دكتاء لي كي نقبل من الالف هديكتاء لي دير أنا بالحمر وفاعل مرفوع بالالف روى الالف درتوه بالكحل واثنتاني هو نعت تابعة لمنعوت في تأنيت لي في ديال التأنيت لي درت أنا بالحمر وتبعو كذلك في التنكر بجوجهم ناكرة ماشي واحد فيهم في الالف واللم والاخر ما فيش لا بجوجهم ما فيهم مش الالف واللم يعني بجوجهم ناكرة وتبعو كذلك في الحركة الاعرابية كيف قلت لي هو الرافع لي هو الالف فيهم بجوجهم إذن العدد هدنا لي هو اثنتاني هو عدد مفرد تنهد روح لا عدد واحد ماشي عدد متركب من جوج ديال الاعدد لا عدد مفرد عدد واحد وهو كمي شحال جاء من استادة جاء نايا اثنتاني يعني كمي واثنتاني هو نعت يعني تنهد روح نايا على الموقع الاعرابي نعت تابع لمنعوته لي هو استادتاني في التنكيري كيف قلت بجوجهم ما فيهم مش الالف واللم يعني ناكرة والتأنيثي يعني بجوجهم مؤنات علامة التأنيث في استادتاني هي ديك تألي درت انا يا بلحمر وعلامة التأنيث في اثنتاني هي ديك تألي درت انا بلحمر والرفع كذلك بجوجهم مرفوعين استادتاني هما هي كلمة مرفوعة بالالف لانه متنى واستادتاني هو نعت تبع لنا استادتاني يعني اثنتاني هو نعت تبع لنا استادتاني في الحركة الاعرابية اللي هي الالف لانه متنى مزيان تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هاد العدد اثنان عندنا جملة اخرى الجملة تقول رأيت استادتيني وعندنا جوج بين قوسين نعود ونتفكروا القائدة دينا القائدة تقول عدد اثنان يطابق المعدود في التذكير واتنية وعندنا العارضة الاخرى يرفع المتنى بالالف وايونصب ويجر بلي نبدو بالشوي بشوي نبدو بالعارضة الاولى العدد اثنان يطابق المعدود في التذكير والتأنيت فينا هو المعدود عندنا هنه يوم استاديني وستاديني يعني ذكر يعني مذكر يعني تاذاك العدد اثنان خصو يكون مذكر ما خصوش تكون فيه دكتاء اللي تندير انا بالحمر الا ما خصوش تكون فيه وعندنا العريضة التانية يرفع المتنى بالالف وينصب ويجر بالياء يعني الموقع الاعرابي ورأيتو هنا يا فعل والفعل و وانا اللي هو دكتاء رأيتو رأيتو رأى فعل ماض مبني على السكن الاتصالي بالتاء والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل شكولي شفت انا استاديني جوجد يا الاساتين استاديني يعني استاديني هنا يا انفعل به اذا الجواب عندنا هنا يا رأيتو كيف قلت رأيتو فعل ماض مبني على السكن علاش الاتصالي بالتاء والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل يعني رأيته فعل وفاعل أستاذين هم من وقع عليهم فعل الفاعل يعني انفعل به وانفعل به كنت يكون منصوب وهنا عندنا القاعدة التانية العارضة التانية تقول لنا يرفع المتاني بالألف لما تنظرش على هذه هنا وينصب ويجر بلي يعني ينصب بلي يعني هنا يا أستاذين انفعل به منصوب بلياء لأنه مثنى واثنين عندنا هنا يا ناعت تتخر العدد على المعدد تتطرب ناعت واثنين ناعت تبع المنعود في حركة إعرابي اللي هي ديكلياء اللي دير انا يا بلول أسود بجوجهم كاينين في موقع نصب وبالتالي عاد يلقوا اناثنين اللي هو عدد مفرد طانا هدرو على عدد واحد ماشي عدد تتكون ولينا من جوج ديال الأعداد مش بحل أحد عشر لا هناك عندنا عدد مفرد عدد واحد اللي هو جوج كمية تدلين على الكمية شحل شفت أنا من أستاذ شفت جوج يعني كمية تدلين على الكمية وهنا لدينا ناعت إثنتين هو ناعت تابع لمنعوته أستاذين في التنكير بجوجهم مناكرة ما فيهمش الألف واللاب والتذكير بجوجهم مذكر أستاذين ره مذكر وإثنين ره مذكر ونصب جوجهم منصوبين أستاذين حيث هو انفعل به منصوب لأنه مثنى وإثنين هو ناعت تابع المنعوت اللي هو أستاذين في الحركة الإعرابية ليا ليا لأنهما متنى جوجهم متنى وحنا تنعرف أن المتنى ينصب باليا نشوف مثال آخر جملة أخرى الجملة تقول رأيت أستاذتين عادي تقول لي إثنتين حيث شاته يا هذه رأيت أستاذتين إثنتين مزيان نمشو معاكم على حسب القاعدة ومشو بشوي بشوي باش أننا في الامتحال جاوي تأكدوا أننا جوبنا الجواب صحيح تنمشو بالقاعدة بشوي بشوي عندنا جوج دي الأمور العدد إثنان يطابق المعدول في التذكير والتأني عادي تقول لي هنا يا أستاذتين ره مؤنة يعني خصكون إثنتين يعني تا جل خصكون مؤنة وعادي تقول لي العارضة الثانية اللي هي تتحضر لنا على الحركة الإعرابية عندنا هنا يا رأيت فعل وفاعل أنا اللي شفت شكل اللي شفت أستاذتين يعني أستاذتين نفعل بمنصب بلي لأنه مثنى وهذك إثنتين بيكون بيكون نات تابع لمنعوته في حركة إعرابية شنهي الحركة الإعرابية ليا ليا إذن هني درت لكم درك الجواب وتبلنا بوضوح علامة التأنيت هي هذك التألي كينا بالأحمر إذن رأيت ورأيت فعل ما بني على السكن الاتصالي بتأ والتأ المتحركة ضمير متصل بني في محل رفع فاعل بمعنى هنا يا رأيت وعندنا فعل وفاعل أستاذيني عندنا انفعل به انفعل به منصب بلي لأنه مثنى إثنتين هو نات تابع لمنعوته في حركة إعرابية اللي هي هذك اللي إذن هناك تبلنا بوضوح علامة التأنيت رأي هي هذك تألي فيهم بجوجهم لي بالحمر وعالمة الإعرابية لي هذك لي اللي فيهم بجوجهم لي بالكحل وبالتالي العدد إثنتين عندنا هنا هو عدد مفرد كمية تدلينا على الكمية وهو نات تابع لمنعوته أستاذتين في التنكير بجوجهم ما فيهمش الألف و اللام يعني ما شقنا الأستاذتين الإثنتين لا التنكير ما فيهمش والتأنيت التأنيت يعني بجوجهم مؤنتين هنا علامة التأنيت فيهم بجوج لي هما لي يدك تألي بالأحمر لي دير أنا بالأحمر والنصب لي هذك لي والنصب لي هذك لي دير أنا بلكحل والنصب لي لأنه أو لأنهما مثنى بجوجهم متنى إذا نشوف مثال آخر المثال يقول الجملة تقول سلمت على أستاذيني بتتقول ليا إثنيني زيان مشت في نفس في نفس سياق إذن القاعدة تقول لنا العدد إثنان يطابق المعدود في التذكير والتأنيت يعني أستاذيني مذكر وإثنين خصت تأتيت مذكر الحركة الإعرابية كنت اللحظ كين هذك على تم إذن هذك على بتخلي لنا كل شي تول مجرور أستاذيني بيكون مجرور بلي وإثنيني بيكون مجرور توا بلي إذن سلمت فعل مض بني على السكون علاش الاتصال بالتأ والتأ المتحرك ضمير متصل بني في معلل الرفع فاعل على حرف جر هذا على هو السبب ديالهم حتى القنا أستاذيني اسم مجرور بي على وعالمة جر هي الياء هذك العالمة ديال الجر هي الياء لأن هم مثن إثنين عندنا ناعة تابع لمن عيوته في الحركة الإعرابية اللي هذك الي يلي يدير فيهم بجوجهم بالكحل إذا العدد إثنيني هو عدد مفراد كمية تدلينا على الكمية سلمت على شحل من أستاذ سلمت على جج وهو ناعة تابع لمن عيوته أستاذين في التنكير بجوجهم ناكرة والتذكير بجوجهم مذكر والجر بجوجهم مجرور جرتهم هذك على بي ليا بجوجهم مجرور على المهم هذا كأستاذين مجرور على وعلى ما تجر الياء لأن أستاذين في الحركة الإعرابية دياله إذن أمود اتنين تبع لنا أستاذين في الجر بلياء لأنه مثنها نشوف مثال آخر الجملة تقول سلمت على أستاذتين اثنتين غد يفن في السياق أستاذتين اثنتين ولكن مش مشكلة نعود ونشوف القاعدة القاعدة تقول لنا باش ما عودناها باش تحفظوها العدد اتنين يطابق يعني أستاذتين مؤنت وخصنا نقوله اثنتين والحركة الإعرابية عندنا هنا أستاذتين هي رها اسم مجرور بعلا وعلى ما تجر لياء لأنه متن وإثنتين خص يكون فيها التهية لياء حيث نعت تبع لنا الأستاذتين في الحركة الإعرابية اللي هي ديك لياء اللي دير أنا بالكحل إذن علامة التأنت هي ديك اللي كان فيهم بجوجهم بالحمر وعالمة الحركة الإعرابية أو العالمة دي الموقع الإعرابي ره دير أنا بالكحل إذن أستاذتين قلت أنه اسم مجرور بعلا وعلى ما تجر لياء أما إثنتين فهو عدد مفرد كمي تدلينا على الكمية وهو نعت تابع لمنعوته اللي هو أستاذتين في التنكير بجوجهم ناكرة ما فيهم شالعلي فلهم بجوجهم ناكرة والتأنت بجوجهم مؤنتين علامة التأنت قلت يا ديك تألي دير أنا بالحمر والجر بجوجهم العالمة ديالهم اللي هو الجر هذه علامة الجر يا ديك لياء اللي دير أنا بالحمر والجر لياء لأنه مثنى نشوفوا مثال آخر الجملة الأخرى تقول جاء العداء جج وعندنا جج بين قوسين جاء العداء وعندنا جج بين قوسين إذن أش عادي نقوله القاعدة عندنا تتقول أن هنا يا واحد قاعدة وحدة عارضة وحدة العدد اثناني وطابق المعدد في التذكر والتأنت إذن جاء العداء أش بنا نقوله جج العداء الثاني إذن عندنا الجواب عندنا جاء العداء الثاني ما عادش نقوله جاء العداء ما عادش نقوله الثاني حيث إلقنا الثاني بيكون تقيل علينا في النطق حيث رها هاد الثاني ورا اسم منقص أشنا هو الاسم منقص الاسم منقص هو الاسم اللي تكون في الحرف دياله الخر الخراني قا تكون هو لياء وهنا بطبيعة الحال كتتلح دورها الحرف الخر عندنا هو لياء دك شعل حال ترفع إلى قنا الثاني تكون صعيبة في النطق مقارنة إلى قنا الثاني ومن بين قواعد لغة العربية تسهيل النطق أن النطق يكون سهل دك شعل شاعد نقوله جاء العداء الثاني ثاني سهل على الثاني صعيبة نقوله الثاني إذا جاء فعلا نبني على الفتح العداء وفاعل هو اللي جاء الثاني هذا كيف عادي تقولوا لي مرة أخرى راه تخر يعني تنعتلينا هذاك العداء هذاك العداء هو اللي جاء في المرتبة الثانية يعني هنا مبقناش في العدد الكمي إلا كأن نحن في العدد الترتيبي إذا التاني هو عدد مفرد تن نهضرو كيف قلنا على عدد متكون من عدد واحد ماشي من جوج ريال عدد بحل 11 إلا عدد واحد وهو ترتيبي تدلينا على الرتبة التاني وهو نعت تابع لمنعوته اللي هو العداء في التعريف بجوجهم فيهم الألف واللام التعريف بجوجهم فيهم الألف واللام والتذكير قلنا هنا العداء يعني مذكر والتاني راه مذكر تاو حيث ما درناش دكتاء فالأخر ما قلناش التانيتو لا قلنا التاني يعني التاني مذكر وتبعو كذلك في الرفع بيتضمن مقدرة لاتقال قلت هاليكم شرحت لكم الضم المقدرة لاتقال بمعنى أن هاليك التاني يمكن لنا نكتب التاني ولكن بتكون صعيبة في النطق دك شعل لتنحيدها وبالتالي تكون نحن يتنقدر تنقول أن هاليك التاني تمار هاليك ليا المفروض أنه يكون فيها الضم ولكن حيد لغة العربية تقول لنا أن هاليك أن الاسم المنقوص اللي تكون في الأخير دي ياليك في حالة الرفع بحال هذه تنحيد الضم باش ما تكون شتقيلة في النطق إذن عادي نشوف مثال آخر المثال يقول جاء عداء قبل 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 عداء عداء وكينا جج بين قوسين والقاعدة تقول لنا اللي هي فيها عارضة وحدة العدد اثنان يطابق المعدد في التذكير والتأنيت عندنا عداء هنا مذكر يعني هذاك العدد جج خصي كنت هو مذكر إذن أش بينا نقوله في الجواب جاء عداء ماذا شبنا نقوله إذن الجواب يقول جاء عداء تان جاء عداء تان جاء فعل ما نبني على الفتح عداء فاعل هو اللي يجا فاعل عداء تان عاد تقول لي هنا يكن شو بعد تغير هش نو تغير وهو أنهم بجج هم ما فيهم ش الألف و اللام حيد نال الألف و اللام حيد نال تعرف بالألف و وهدي كتاني من تنحيد الألف و اللام رأ تنحيد حتى دي كليا هدي هي القاعدة اللي كنو في الاسم المنقص الأسماء اللي تتنتهي بالي إلا درنا الألف و لام خص ها تكون فيهم دي كليا و لحيد الألف و اللام خص ننحيد حتى دي كليا مفهوم يعني هنا هدي تاني رأ مرفوع بالضمة كيف قلنا قبيلة مرفوع بالضمة المقدرة على اللي تنحيد ها علش لاتقال مفهوم المهم حفظوا لي هاد القاعدة الله يوفق تاني هو عدد مفرد ده نهضروا على عدد تتكون من الرقم واحد عدد مفرد ترتيبي جاء عداء تاني اللي هو ترتيبي وهو نعت هنا يتابع لمنعوته عداء في التذكير عداء رأ مذكر تاني تور مذكر و في التنكير بجوج هم نكير والتذكير بجوج هم مذكر والرفع عداء نرى مرفوع كيف قلنا كيف تبلنا اما ثاني كيف قلت انه مرفوع ضم المقدرة لاتقل على لياء المحدوفة لياء المحدوفة اللي حيدنا نشوف مثال اخر المثال يقول جاءت العداء اثنان بين قوسين والقاعدة عندنا تقول العدد اثنان يطابق المعدد في التذكير والتأنين وعندنا العداء هنا مؤنت يعني هذيك جخصة تيتكون مؤنت يعني اش بنا نقول يالله حاولوا انكم تفكروا اش بنا نقول جاءت جاءت العداء التانية نشوف الجواب اذا جاءت العداء الثانية والجواب عندكم صحيح العداء فيها التأ مربوطة ديال التانية والثانية تأي فيها التأ المربوطة ديال التانية مزيان هذا كالتانية هو عدد مفرد ترتيبي تدلين على الرتبة وهو نات تابع لمنعوته نعتنا العداء النها التانية نات تابع لمنعوته العداء في التعريف في يوم الألف واللام التعريف والتأنيث بجوجهم وأن تعلم التأنيث في العداء هي تأ المربوطة لكي نفل الآخر وعلم التأنيث في الثانية هي تأ المربوطة لكي نفل والرفع العداء وراها مرفوعة حيث علاش حيث حيث فاعل والتعنيث تهيارها مرفوعة علاش حيث هي تبعت لنا العداء حيث ينا تتبع لنا العداء اللي المنعوت في الحراق الإعرابي اللي يضم ضايرة هما كيتا تلاحظوا أنها ضايرة فيهم بجوجهم نشوفو مثال آخر الجملة تقول جاءت عداء قبل حيدنا الألف واللام جاءت عداء يلا شبنا نقوله في هذي كجوج يلا والقاعدة تقول لنا العدد إثنان يطابق المعدل في التذكير والتعنيث حيث يعني التايخص تكون مؤنة عداء مؤنة و إثنان توخص يكون مؤنة يعني يشبنا نقوله في الجواب جاءت عداء ثانية تن حيث ما خصراش نقول الثانية خصم تاية كنا 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 ما فيه أش الألف ولا إذا الجواب يقول جاءت عداء ثانية جاءت عداء تانية إذا جاءت فعل ما بنئ على الفتح وتأت أنت الساكينة لا محل لها من الإعراب عداء فاعل يلي جاءت عداء فاعل مرفوع بتضم الضائرة على أخيري ولا فاعل مرفوع بتضم ثانية نا تتابع لمنعوته في حركة إعراب عد ثانية هو عدد مفرد ترتيبي تدلين على الرتبة لعداء أش ثانية ثانية ترتيبي وهو نا تتابع لمنعوته عداء في التنكين بجوجهم نا كلا ما فيهم ش الألف واللهم والتأنيث بجوجهم مؤنات علامة تأنيث في عداء هي التاء المربوطة وعلمة التانية هي التاء المربوطة والرفع بجوجهم فيهم تنوين ديال الضم والرفع بالضم الظاهرة في آخر كيف قلنا عداءة مرفوعة حيث هي فاعل وتانية مرفوعة حيث ينا تبع لنا العداء المنعوت في حركة إعراب إذا نشوف مثال آخر الجملة تقول رأيت العداء أو العداء رأيت العداء وعندنا جوج بين قوس نشوف القاعدة ديال تقول العدد إثنان يطابق المعدد في التذكير والتأنيت عدنا العداء هنا مذكر يعني إثنان خصو يكن هو مذكر إذن الجواب رأيت العداء الثانية هنا في حالة النص بتتبع الحركة على هذه الثانية مش بحال قبيلة مش بحال قبيلة اللي قلنا في حالة الرفع تتحيد هذه الضمة إلا كان الثاني تنقل الثاني وإلى تتحيد الألف لم تتتحيد قا هذه أما هنا في حالة النص حيث عندنا العداء رأى مفعل به إذن رأيت في علماض بني على السكن لاتصال بالتأ والتأ المتحرك ضمر متصل بني في محل رفع فاعل العداء أنا شفت شكل شفت شفت العداء يعني العداء نفعل به نفعل به منصوب بالفتحة اللي تتبلي نفوق الهمزة منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره التانية هو نعت تابع لمنعوته في حركة إعرابه اللي هي الحركة اللي هي الفتحة وبالتالي هذه التانية هو عدد مفرد ترتيبي تدلنا على الرتبة وهو نعت تابع لمنعوته اللي هو العداء في التعريف بجوجهم فيهم الألف واللام تعريف والتذكير بجوجهم مذكرين بجوجهم مذكر العداء التاني بجوجهم مذكر والنصب تاني النصب الفتحة الظاهرة أنتما كيف تتلاحظوا أن التانية رأى فيه الفتحة تظهر عندي نشوفوا حالة أخرى حالة ما فيهم شب جوجهم ما فيهم شب جوجهم الألف ولم مش معرفين إذن رأيت طالبا طالبا يعني العدد جوج ما خصش يكون فيه الألف ولم يعني تانيا القاعدة تقول لنا العدد إثنان يطابق المعدود في التذكير والتأنيت والجواب عندنا تقول رأيت طالبا تانيا رأيت فعل ما بناء على السوق الاتصالي بتأوة المتحركة ضمار متصن بناء في محل رفع فاعل يعني رأيت هنا فعل فاعل طالبا نفعل به هو لي شفت رأيت طالبا ثانيا ثانيا عندنا هنا يا رأيت نعت تبع لنا المنعود في الحركة الإعرابية اللي هو التنوين ديال الفتحة إذن ثانيا عندنا هنا يا هو عدد مفرد ترتيبي تدلنا على الرتبة ترتيبي وهو نعت تابع لمنعوته طالبا في التنكيري بجوجه هم ناكرة بجوجه هم ما فيهمش الألف واللاب والتذكيري بجوجه هم مذكر والنصبي حيث قلنا طالبا منصوب حيث مفعل به منصوب تنوي الفتح وتانيا هو نعت تابع لمنعوت لهو طالبا فتنوي الفتح إذن شوفوا مثل آخر الجملة تقول رأيت العداءة أشنو الثانية يعني بدت تتفهمهم زيان القاعدة عندنا تقول العدد اثنان يطابق المعدد في التذكير والتأنيت يعني العداءة مؤنات يعني ججد وخص يكون مؤنات إذن الجواب يقول رأيت العداءة رأيت فعل مضم بني على السكو لاتصاله بالتألم المتحركة ضمر متصل بني في محل رفع فاعل يعني رأيته عندنا نية فعل وفاعل وش كلي وقع لي هاد العملية الفعل اللي هي العداءة يعني العداءة نفعل به العداءة نفعل به التانية نعت تابع لمنعوته في حركة إعرابي اللي هي الفتح إذن التانية هي أو هو عدد مفرد ترتيب يتدلين على الرتبة وهو نعت تابع لمنعوته العداءة في التعريف بجوجهم معرفين بالأريف واللهم والتأنيث بجوجهم مؤنتين علامات التأنيث هي هذه التأ المربوطة اللي فيهم بجوجهم في الأخر والنصب العداءة هي منصوبة حيث منفعل به أما التانية فهي منصوبة حيث نعت تبع لنا العداءة اللي هي المنعوت تبع لنا في الحركة الإعرابية اللي هي الفتحة الضائرة اللي هو النصب نشوفه مثال آخر الجملة تقول رأيت عداءة أشنو بنا نقوله رأيت عداءة تانية زيان إذن القاعدة تقول العدد إثنان يطابق المعدد في التذكر والتأنيث الجواب يقول رأيت عداءة رأيت عداءة رأيت فعل مرض مبني على السكون لاتصالي بالتأ والتأ المتحركة ضمير متصل بني في محل رفع فاعل يعني فعله فاعل عداءة نفعل به منصوب تنوين الفتح تانية نعتابع لمنعوته فهذاك تنوين ديال الفتح وجوجهم وأنه تعلمات التأنيث ليا ديك التأ المربوطة ليا إذن تانية هو عدد مفرد ترتيبي وهو نعتابع لمنعوته عداءة في التنكير وجوجهم ناكيرا ما فيهم شالأريف واللم والتأنيثي وجوجهم مؤنتين علامة تأنيث فيهم وجوجهم يا ديك التأ المربوطة والنصبي التنوين ديالنصب اللي تبالينا نشوفو مثال آخر الجملة تقول سلمت على العداء العداء الثاني ياك ونلا شنو شبال لكم نشوفو القاعدة العدد اثناني وطابق المعدد في التذكير والتأنيث العداء العداء عندنا هنية مذكر يعني الثاني توخصيكون مذكر وما خلصي تكون فيه التاشي عالم من علامة ديالتأنيث حيث عندنا العداء هنية مذكر وخصي تبعوه في التذكير وبالتالي الجواب على القول سلمت على العداء الثاني اذا سلمت فعل ماض بني على السوق الاتصالي بالتأ والتأ المتحركة ضمر متصل بني في محل رفع فاعل على هنا لتهمنا هنية حرب جر خلالينا كل شي مجرر حرب جر العداء يسمى جرر بعلا وعلا ما تجره الكسرة هاي رتت بنينا الكسرة التاني عندنا هنا هو نات تابع لمنعوته في حركة اعرابي اللي هي الكسرة وفين هي الحركة اعرابية لا ما يمكنش ندلو هذي ما ما خصناش نقوله التاني بدجي صعيبة في النطق يعني اش بدتحدف هذيك الكسرة التاني ما عادش نقوله التاني حيط بها تكون صعيبة في النطق وبنا نقوله التاني افضل التاني وهذك التاني هو عدد مفرد تنهضروي على عدد واحد ما تنهضروش على جوج ديال الارقام ما تنهضروش على عدد تي تقولينا من جوج ديال الارقام الا تنهضروي على عدد واحد اللي هو جوج وهو ترتيبي سلمت على العداء اش ديك التانية اللي هو ترتيبي وهو نعت تابع لمنعوته العداء في التعيف بجوجهم معرفين بالألف واللم إذا انتبعوا في التعريب بجوجهم معرفين بالألف واللم والتذكير بجوجهم مذكر العداء رأى مذكر والتاني رأى مذكر حيث ما قلناش تانيتي والجري العداء اسم مجرور بعلا وعلمة جريه الكسرة أما التاني فهو مجرور بالكسرة المقدرة لاتقل حيث تقيله في النطق المقدرة على الياء يعني الياء حيدنا منها الكسرة حيث تجيه تقيله في النطق إذا نشوفه مثال آخر الجملة تقول سلمت على عداء سلمت على عداء ثان ما خصش يكون في الألف واللم يعني عداء ثان إذن القاعدة تقول لنا العدد إثناني وطاب يقول معدود في التذكير والتانية وعندنا هنا المعدود لي هو عداء المحسوب لي هو عداء عندنا مذكر يعني ثاني انتا وخص يكون مذكر ما خصش نقول التانية إلا تانين إذن الجواب يقول سلمت على على عداء تانين سلمت على عداء تانين عندنا ديك على كي تتبلكم يعني أش كل شخص يكون مجرور على عداء 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 اسم مجرور بعلا وعلا ما تجره تنوين ديال كطير تانين هنا هرات ته ورهه مجرور هره ورهه مشر Lori مش مجرور به 기طانين بهك تنوين الكاصر اللي تبلنا هنا العلا مجرور تنوين الكاصر بالكسر اللي خصاتكن فلياء اللي محدوفة حيط تنة لها حذفناها حيط تاني هذك لياء حذفناها حيطها كخص 2 قصة ديك لياء تكون محدوفة حيطيلة حيد이나 الألف والل نهير دو الياء التهية يعني تنولي تنقوله هنا يا تانين بحال الخطأ اللي تيدلوا الناس في الاعراب تقول لك فعل ماضي لا را فعل ماضي اذا بحال هكا قاعدة هكا تتقول لنا حيت الالف واللم را خصك تحيد ديك ليأتايا ودك ساعة را الاعراب را تنقدروا على حسب هذيك الحركة اللي اللي خصها تكون في هذيك اللي تحدفات اذا تانين هو عدد مفرد وهو ترتيبي تدلنا الى الرتبة وهو نعت حيت جا في الخرجة من بعد المعدود وهو نعت تابع لمن عدته عداء في التنكير بجوجهم نكيرا بجوجهم ما فيهمش الالف واللم والتذكير بجوجهم مذكر والجري بجوجهم مجرورين عداء مجرور بالحركة ظاهرة لنا على الهمزة في الخر اما تانين قلنا رامجور بهذيك الحركة بالكسراء المقدرة لاتقل حي تتقلها في النطق وتنحدفها على الياء المحذوفة حدفناها اذا عندنا مثال اخر المثال يقول سلمت على العداءة الثانية هادي هذا الامتل عليكم ساهلين شي شوية القاعدة تقول لنا العدد اثناني وطابق المعدود في التذكير والتأنيت والعداءة مؤنت يعني التانية التهيخ ستكون مؤنت فيها علامة تأنيت لها التأ المربوطة اذا الجواب عندنا سلمت وعندنا على وهذا على هي اللي لسباب ديالهم ديال الجر على حرف جر لعداءة العداءة اسم جرور بعلا وعلامة جره القصرة رأي تتبنينا في التأ المربوطة تتبنينا لعداءة وعلامة جره القصرة التانية نعت تابع لمنعوته في حركة اعرابه التانية نعت تابع المنعوت وهو العداءة في الحركة الاعرابية اللي هي القصرة رأتت بلن الن Accصرة في اللي لingeهم وبالتالي التانية هو عدد مفراد ترتيبي تدل لنا على الرتبة نعمت على العداءة الثانية ترتيبي وهو نعت تابع لمنعوته لعداءة في التعريف بجوجهم معرفين بجوجهم فيهم الالف واللاف والتأنيث بجوجهم مؤنتين بجوجهم فيهم تأ المربوطة اللي هي على مدية تأنيت والجر بجوجهم مجرورين هذك تأ فيها القصرة يعني بجوجهم مجرورين بالقصرة الظاهرة نشوفه مثال آخر الجملة الأخرى تتقول لنا سلمت على عداءة سلمت على عداءة ثانية ما خطش تكون لالف واللاف وخصاتكم فيها تأ المربوطة على شخصاتكم فيها تأ المربوطة حيث تلقى عدنا تقول لنا العدد اثنان يطابق المعدود في التذكير والتأنيث والمعدود عدنا لعداءة ره مؤنت يعني حتى ثانية تي خصاتكم مؤنت فيها تأ المربوطة الجواب يقول سلمت على حرف جر عداءة اسم مجرور بعاله وعالم تجره تنوين الكسر تانية نعت تابع لمنعوته اللي هو عداءة في حركة إعرابه اللي هو تنوين ديال الجر تنوين ديال الجر إذن تانيتين هو عدد مفرد يعني تنهضروا على رقم واحد مش تنهضروا على جوج ديال الأرقام مش تنهضروا على عدد فيه جوج ديال الأرقام بحال 12-13-14 إلا تنهضروا على رقم أو عدد فيه رقم واحد اللي هو الرقم جوج ترتيبي تدلين على الرتبة وهو جاء هنا نعت تابع لمنعوته العداءة في التنكيري بجوجهم ناكير ما فيهمش الألف ولا والتأنيثي بجوجهم مؤنتين علامة التأنيث فيهم بجوجهم هي ديك التألة مربوطة اللي كان في الخر فيهم بجوجهم والجر رأيتي بلنا تنوين ديال القصر ديال الجر فيهم بجوجهم وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو والله ولي التوفيق الله يفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة